موسيقى اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية يسعدنا ان احنا نستكمل الحديث عن دار سيدة السلام ومعانا ابونا هاني بخوم وكيل بطرياركية الاقباط الكاسوليك ومسؤول الدار اهلا وسهلا حراك يا ابونا اهلا بيك وكل سنة وانتوا طيبين كل سنة حراك طيب في البداية نتكلم عن الدار شوي ابونا كمبدأ اصلا في الاساس فكرة ان المسيحيين يشتغلوا في حاجة لها علاقة بعمل مجتمعي لها علاقة بمسلمين ومسيحيين هل ده خدمة يعني؟ اكيد ده جزء لا يتجزأ من واقع المسيحية نفسها المسيحية لو نقدر نختصرها هي خبر مفرح يعني شيء بيحاول يسعد الاشخاص من على الارض الخدمة دي اللي احنا بنحاول نقدمها اللي هي عبارة عن دار يحتوي زوية احتاجات خاصة اصحاب الاعاقة الايتام اللي من همش حد يرعاهم بره في المجتمع الدار ده بيحاول ان يكون زي ملجأ ليهم زي مأوى ليهم علشان يقدروا يستمروا ويوصلوا حياتهم بطريقة نقدر نقول كريمة بطريقة كريمة بطريقة فيما كمان شوية شوية يقدروا يحققوا ذاتهم ولو جزء اللي هم وعيين وقدرين عليه فإذا بالتأكيد دي جزء انا بقول لا يتجزأ من حياتنا المسيحية هو خدمة الآخر مهما كان من الآخر ده مسيحي مسلم اي ديانة الانسان في حد ذاته هو قيمة قبل ما تكون ديانته هي اللي بتديره القيمة دي لكن الانسان هو قيمة في حد ذاته ربنا خلق الانسان بعد كده اعطى ديانة ما فيش تعارض بين فكرة الارسالية العظمة وان احنا هدفنا هو ان احنا نعرف الناس بارسالة المسيح زي ما بعض يعني الدوائر بتفكر وما بين عمل مجتمعي برضو بيهدف لخدمة المسيح أكيد الارسالة العظمة دي انا ما عرفهاش لكن انا اللي عرفه ان مهم ان الروح المسيحية تصل للجميع هي ايه هي روح المسيحية؟ هي روح محبة هي روح خدمة هي روح عطاء تصل اللي تصله للي محتاجها واللي ممكن تصله اكيد ما فيش اي تعارض اي حالتك اللي بتختار تكون مسؤول الدار هنا ولا بتوزع ليك؟ بأختيرة حد بيختارني اه طب وكان شعورك ايه لما هتيجي تشتغل مع فئة من اصعب الفئات المخدومة خاصة ان احنا يعني يواخدين تحدي صعب جدا زوء عقعقلية وايتام كمان اكيد مما لا شك فيه بالنسبة لي كان في البداية صعب جدا صعب جدا لان التعامل مع الاولاد دولة انا بسميه الاولاد اولادنا اولادي التعامل مع الاولاد مش سهل مش سهل بس انا بقول ان انا اللي بقى لي هنا تقريبا دلوقتي سنة سنة وشهرين انا في حياتي ما شفتش نعم وبركة وفرحة زي اللي انا اختبرتهم في السنة ودولة في الفترة اللي فاتت دي حقيقي ان الاولاد دولة فيه تحدي كبير جدا في رأي التحدي هو بالنسبة لنا احنا مش بالنسبة للاولاد بمعنى اللي احنا اللي بينقصين طبعين بينقصين طبعين مهم اللي احنا نفهم وندرك انه ورا الاعاقة حتى الزهنية حتى الاعاقة النفسية فيه جوه روح ما زالت قادرة على الفهم فيه داخل هذا الطفل هذا الابن هذا المعاقز والاحتاجات الخاصة ما عرفش ايه التسمية السليمة اللي بتتقال دلوقتي لكن اللي عايز اقوله انه في داخل هذا الانسان هذا الشخص ما زالت هناك روح بتاعي وبتدرك كل شيء تحدينا الكبير ازاي احنا نقدر نصل لهذه الروح مثلا المغارة اللي معمولة بالشكل ده المغارة دي كتير بيستغربوا وفاكرين اللي احنا عاملنا شيء كبير للمظهر وكده بالعكس فكرتنا كانت اللي احنا عايزين نحاسس الاولاد ان المغارة مش شيء يتزار لكن شيء لازم يدخلوا جواه شيء لازم يشوفوه من جواه ولاد كتير تلقائيا بقوا يدخلوا هنا الصبحية واللي بيصلي اللي حتى حتى من بعض الولاد المسلمين بيدخلوا يقولوا اه ده يسوع هنا في الملاك يعني ازاي نقدر نوصل لروح الاطفال دي معلومة وان كان زهنهم مش قادر يدركها اكيد ده تحدي كبير طيب السؤال بخصوص الالم اولا هرقوا بتتعاملوا مع الالم مش عارف الاولاد بيشعروا بالالم ولا لا من الموقف بيشعروا بعجز او بنقص ما ولا لا ولكن في التعامل مع الاهالي في التعامل مع المحيطين بيهم الحديث عن الالم موجود بتتعاملوا ازاي مع موقف ازاي بتتعاملوا ازاي مع سؤال اشمعنا انا يا رب اشمعنا ابني ايه نوع تعزية ممكن نقدمها في موقف ازاي ده انا في رأيي الدار عنده رسالتين مهمين ممكن يجاوبوا او يساعدوا في الاجابة على السؤال ده فاوقات كتيرة ما بنقدرش ندي تفسير للألم لكن مجرد اللي احنا نساعد الاخرين في تحمل ألمهم دي في حد ذاتها خبرة اساسية ونقدر نقول اجابة على ان الألم ليه معنا احنا ده بنحاول نعمله هنا في الدار الاولاد دولة في ألمهم في ظروفهم الصعبة احنا بنحاول نكون ليهم مساعدة تحاول في بعض الاوقات تساعدهم في حمل هذا الصليب هذا الألم اللي هما بيعيشوه أكيد بنتسئل كتير اش معنى أنا أو ليه أنا مش قادر أخرج برة زي ليه أنا مش قاعد مع أخويا في البيت ليه أكيد في أسئلة حتى من الأولاد بنتسئلها كتير أنا أعتقد أن الأول إجابة بيلقوها هما في معاملتنا ليهم إزاي احنا بنهتم بيهم وإزاي احنا بنحبهم وزاي بنرعيهم وزاي موجودين معاهم الحاجة التانية وده اللي مش سهل أن يتفهم أن كل ألمنا مهما كانت ما هي إلا مشاركة في سر كبير أوي سر كبير سر الخلاص سر ألم موت وقيامة سيدنا سعى المسيحة اللي كل واحد فينا مهما كانت نوعية ألمه أنا في رأيه قدامه حل من الاثنين يا إما يجند يا إما يكرس هذه الألم داخل هذا المشروع الخلاصي وبالتالي الألم دي بتصبح وإن كانت بتظل ألم وإن كانت أوجعها لا تقل أبدا لكن الألم ده بيصبح له معنى زي ألم ولادة زي ألم مذاكرة من أجل نجاح كمان الألم النفسية والشخصية لو في هذا الإدراك ونقدر نجندها من أجل هدف خلاصي بيتحول لها معنى لكن أنا سؤالي الكبير اللي بيحطني أنا ككاهن كمان في تساؤل مع نفسي لكن الأولاد دولة مثلا اللي هما ما عندهمش القدرة أن يكرسوا هذه الألم إيه معنى الألم بالنسبة لهم ده سؤال كبير في رأيه عشان كده أنا بقول إحنا هنا مش عشان ندي إجابات إحنا هنا عشان نشارك في سر كبير البيت ده سر البيت ده سر أنا أعتقد كل اللي بيدخل في البيت ده بيخرج وهو محمل بفرح وبرجاء وبأمل وإن كان بيشوف داخل البيت إعاقة ومرض وصليب إحنا في حلقات الميلاد والمغارة بتاعتكو شكلها مميز جدا يعني فيها حاجات مختلفة عن المغارة التقليدية ممكن حيك تقولينا الأفكار اللي ورا المغارة دي الفكرة بسيطة ما فيش حاجة كبيرة للدرجة إحنا كانت فكرتنا زي ما كنت بقول في البداية عادة بيقولوا إحنا عايزين نزور المغارة نروح نشوف مغارة إحنا فكرتنا إزاي نخلي الأولاد يدخلوا جوه المغارة إحنا بنصدق بنؤمن إن يسوع المسيح اختار مزود عشان يتولد فيه إحنا شوية عملنا كلمة مزود بطريقة رومانسية المزود يعني مكان رقيق مكان المزود مين عنده بيوت في الصعيد مين عاش في الواقع ده عارف إن المزود هو أقول إيه مش عارف أقول اللفظ المناسب هو يمكن أسوأ مكان في البيت هو المكان اللي بتعيش فيه الحيوانات اللي بتاكل واللي بتقضي حاجة اللي بتعمل فيه كل حاجة هو إذن المكان نقدر نقول المحتقر داخل البيت المرزول اللي بس العبيد بيخش ينظفوه أو ربط البيت المزود بيمثل أنا في رأيي بيمثل في واقع حياتنا الصليب الألم العقة زي كده ده مزود هو ده المزود إحنا محتاجين عشان نتقابل مع يسوع المسيح نشوف هذا الطفل اللي بيتولد ندخل داخل المزود ده داخل ألمنا داخل صليبنا داخل الواقع مش نهرب منه لكن لو دخلنا إحنا بنقدر نتقابل مع الطفل فبالتالي بالفعل إحنا عملنا شكل المغارة اللي شوية مش سهل الدخول فيها الباب شوية دي أو كده علامة على الصعوبات الألم اللي في حياتنا المزود اللي إحنا عايزين نمحيه ولما بندخل فيه بنلاقي حاجات كتيرة بنلاقي فيه الطفل يسوع لكن اللي بيأثر فيها في الكتاب المقدس بالذات في المشهد ده في المغارة إن المزود ده اللي محتقر اللي إحنا أصلاً مكناش عايزين ندخل فيه بميلاد المسيح بيصبح مكان زيارة للملوك يعني المكان اللي إحنا بنستعر منه رفضينه في حياتنا لو قبلناه ودخلنا فيه وتقابلنا مع يسوع المسيح فيه بيتحول لمكان الملوك بيحولوه لمزار بنشوف هنا المجوز المشهد التاني إزاي كل المجوز دولة الملوك جايين يزوروا هذا المزود أعتقد أن الألام اللي في حياتنا الصعوبات كل الحاجات المؤلمة اللي إحنا ما بنقدرش نغيرها لو تقابلنا فيها مع يسوع المسيح مش بس هنعوز نخفيها من حياتنا بالعكس هتبقى مكان نعلم به للملوك أشياء ما كنوش يعرف له طيب الميلاد السنة دي بيجي في ظروف خاصة جدا التفجيرات في مصر بتستهدف المسيحيين على الهوية الدينية بتاعتهم ظروف صعبة في سوريا ظروف صعبة في العراق ظروف صعبة في السودان اليمن وغيره يا ترى حريك تفتكر رسالة الميلاد السنة دي ايه؟ أكيد الميلاد الميلاد هذا العام هو ميلاد مجروحة ميلاد زي كل ميلاد زي ميلاد نفسه ميلاد يصعى المسيح نفسه ويصعى المسيح بعد ما تولد بشهرين ثلاثة حصلت مسبحة للأطفال يقدر نقول بين قصوم بسببه فالميلاد دايما هو ميلاد مجروحة الرسالة اللي نقدر نقولها الرسالة اللي نقدر نقولها أنه برغم جرح الميلاد أنه كان فيه قيامة برغم جرح الميلاد أنه كان فيه صعود للسماء السماء انفتحت يصعون المسيح هو الآن في السماء وبيتشفع لنا قبل كل شيء لازم نقدم خالص التعازي شخصيا بقدم خالص التعازي باسم الدار باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر باسم غبت تقابلنا البطريار كلام بابرهيم اسحاء لأهالي الشهداء مسيحيين ومسلمين اللي اتصابوا اللي اتقاذوا اللي عانوا من هذه الأحداث الأخيرة تعازينا لكل الكنيسة القبطية ورسوزوكسية لكل المصريين لكل الوطن مما لا شك فيه أنه أكيد هذا الميلاد هو نقدر نقول ميلاد مسيح ميلاد آخر للمسيح مجروحة أملنا أنه زي ما كان ميلاد المسيح الأول برضو مجروح بمزباحة الأطفال وشفنا إزاي ربنا قدر يخرج من هذه الألام قيامة أنه كمان هذا الميلاد يكون في الآخر نقدر نقول كده ميلاد جديد عام جديد أمل جديد ورجاء جديد أمين طيب أنا أختم أحرطك بسؤال تحدي خاص بالحلقتين بتوعنا إحنا بنسأل نفسنا وبنتحدى هل كانت توقعاتنا من ميلاد المسيح أعلى من اللازم؟ هل لما الملائكة كانت بتقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة وإحنا ما شفناش سلام على الأرض لسه ما شفناش مصرة في الناس لسه هل إحنا يعني ارتفعت توقعاتنا عن المطلوب؟ لو تسمح لي أصحح الكلمة لو تسمح لي معرفش لو ممكن ولا لا توقعات أعلى يعني إدينا ثلاثة ربع اللي إحنا بنطلبه لا للأسف ما كانتش توقعاتنا أعلى ولا حاجة إحنا كانت توقعاتنا مختلفة عن اللي هو جاي يعمله ده موضوع تاني أنا متوقع إن أدخل مغارة إذن أشوف العضرة مريم ويوسف والتفل يسوع أكيد مش متوقع لما أدخل هنا ألاقي مثلا مشهد تاني أنا هنا في السؤال اللي حاجة بتقوله مشكلة كتير من البشر مشكلة الإنسان إنه كمتوقع شيء مختلف عن اللي يسوع المسيح جاي يعمله يسوع المسيح مجاش عشان يشيل الألم يسوع المسيح مجاش عشان يشيل الصعوبات والتحديات مجاش عشان يكون بين كل صين كده الفنوس السحري مصباح علاء الدين اللي بس يكفي بصلوة قدام الهيكل نجبره نيعمل مشقتنا يسوع المسيح مجاش عشان يحقق مشيئتنا ورغباتنا يسوع المسيح جاي على الأرض ميلادي المسيح علشان إحنا نقدر نحقق مشيئة الآن إحنا توقعاتنا كانت أو أوقات كتيرة أنا شخصيا بقع في هذا الفخ توقعات إن ميلادي المسيح يعني تحقيق لأمنياتي ورغباتي مهما كانت مقدسة أو غير مش ده الموضوع بوقت إيه هي الأمنيات دي لكن في وقت كتير بننسى وبنسى إن ميلادي المسيح هو دعوة لي علشان أنا أحقق مشيئة الآب وده اللي ميلادي المسيح بيعمله يسوع المسيح في حياته كلها ما عملش شيء إلا مشيئة الآب حتى قدام الصليب هو أول واحد كان عايز يرجع لورا لما بيقول يا أبي انزع عني هذا الكأس ولكن لتكن مشيئتك أعتقد هنا في سر كبير إحنا منتظرين إيه من ميلادي المسيح عصا سحرية تغير وقعنا ولا إمكانية وطبيعة جديدة علشان نقدر ندخل في الواقع ده وما نموتش لأنه في قيامة طيب إيه الإمكانية الإمكانية هي حياة جديدة طبيعة جديدة بالميلاد البشري بالولادة إحنا بناخد هذه الطبيعة البشرية المختلفة عن طبيعة الجماد عن طبيعة الحيوانات طبيعة تانية بالمعمودية إحنا بنقدر كمان فيه إمكانية لإحنا ناخد كمان طبيعة مختلفة طبيعة إلهية طبيعة أبناء الله طبيعة الله إيه طبيعة الله مش أنه يقدر يعمل كل حاجة لكن هي القدرة أو نقدر نقول هي الطبيعة اللي موت حتى ما درش يتغلب عليها إن حتى لو هذا الإنسان بيموت يوميا في مواقف حياته لكن من جوم عنده هذه الإمكانية هذه القدرة للقيامة من جديد الطبيعة دي ممكن تفقد ممكن تستخب لكن مهم اللي احنا نعيد التركيز عليها من جديد ونذكر كل محمد أنت مش بس إنسان أنت بتشارك كمان في طبيعة أبناء الله آمين في الختام أعزائي المشاهدين أشكر ضيفي العزيز الأب هاني بخوم وكيل بطراركية الأقباط الكاثوليك ومسؤول دار سيدة السلام بمساكن أشيرة أشكر حضراتكم فاصل قصير ونعود لحضراتكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر موسيقى اشتركوا في القناة